إطلاق رسمي لحملة الفحص الشتوي للمركبات بتعاون بين الشرطة ووزارة النقل والمواصلات ومحافظة رمالله والبيره وعدد من المؤسسة الشركة لا سيما شركة جوال قبيل بداية فصل الشتاء بهدف تقليل عدد حوادث السير التي تزداد وطيرتها في الشتاء فالحملة تهدف للتأكد من سلامة المركبات الحوادث بتزيد الثقافة المريرية نتمنى إنها تكون أعلى سواء بالحزام بالسرعة بالتفقد مركبتها في الشتاء نتمنى السلامة للكل وبنحيي الكوادر اللي دايما بالميدان واليوم يعني على رأسها شرطة المرور اللي بنحييهم كلهم يعطيكم ألف عافية هم في الصيف وفي الشتاء بحاولوا دايما يحافظوا على حياتنا ما نشوفهم هم إنه يعني شيء بيقيدنا هو شيء بيحمينا الهدف كما قلنا هو التأكيد مرة أخرى على أهمية المواطن وأهمية حياة المواطن بالنسبة لنا كشرطة وأهمية أيضا تعاون المواطن مع قوى الأمن وتحديدا مع الشرطة فيما يتعلق بالحفاظ على سلامته وفيما يتعلق بفحصه لمركبته يعني مش معقول كمان إنه فيه شغلات المواطن لديهم يسويها كل سائق لديهم يعملها مش كل شيء ارمي على ظهر الشرطة ولا ارمي على ظهر الدولة لا فيه أشياء كثيرة إحنا كأفراد ننتمي لهذا المجتمع يجب أن نقوم بها حملة الفحص الشتوي تدعو لتحفيز الصائقين لعمل الصيانة لمركباتهم وتجهيزها لمواجهة المخاطر في الشتاء لا سيما قدرة المركبة على السير في أجواء ماطرة خاصة في بداية الشتاء عندما تتشكل الطبقة اللزجة للحفاظ على الأرواح احنا بهذه المناسبة نقدر نقول أنه احنا وفرنا وبالاتفاق مع مراكز الفحوصات الدينامومتر أنه فحص مجاني للسيارات والمركبات اللي بدي يعمل فحص شتوي حتى يحط اللاسق على الأزاب ونتأكد أنه عمل فحص شتوي هذا الشيء بدلشنا في السنة الحالية وبهذه المناسبة أيضا كمان نقدر نقول أنه التعاون على يعني بطريقة إيجابية مع الجهاز الشرطة الفلسطيني اللي بتعاونوا معنا وهم متواجدين معنا هون هم الأساس في هذا الموضوع كصندوق فلسطيني لتعويض مصابين حوادث الطرق بتكلفنا مبالغ كبيرة سنويا في هذا المجال والمشكلة الأكبر هي من المركبات الغير قانونية أو من المركبات الغير مرخصة والغير مؤمنة حسب الأصول بالإضافة للمشكلة المركبات المشطوبة اللي احنا منعاني منها والمجتمع كله بعاني منها ليس فقط كصندوق ليس فقط بتعاني شركات التأمين وإنما المواطن الفلسطيني بعاني من مشكلة الثقافة وبعاني من مشكلة الضرر الاجتماعي اللي بلحق فيها وبعاني من مشكلة المالية اللي بتترتب عليه وبتترتب على جميع المؤسسات العاملة الشرطة ووزارة النقل والمواصلات تركزان في الفحص على الفرامل والإطارات وقدرتهما على التماسك مع الشارع وماسحات الزجاج وشبكة الأنوار والمؤشرات والمحرك بهدف التأكد من سلامة المركبة وقدرتها على السير في ظل الأمطار تستمر حملة الفحص الشتوي في لتافصل الشتاء حتى تتمكن الشرطة ووزارة النقل والمواصلات من الوصول لعدد كبير من المركبات تنطلق في وقت متزامن في كل المحافظات وتتخذ الشرطة والوزارة مجموعة من الإجراءات بحق السائقين غير الملتزمين تتمثل بتحرير مخالفات وتنزيل المركبات عن الشارع كراستان لنفضية النجاة رمضان